يا اهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة على قناتك تشفي العالم اللي انت قريته لسه هتشوفه ده حقيقي 100% انت تقدر توصل اكتر من 50 فلاشة او ماوس او كيبورد او تشحن اكتر من 50 تليفون الخلزانة دي هتوزل على قناتك ادبك يا سيفل شايف البتاع ده؟ تعالي بعد الانترو عشان عاني تكلم فيه حاجات مهمة قوي يلا بيجي يا اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيك في حلقة جديدة على قناتك تشفي العالم من سلسلة التقنية الرخيصة اللي بنستهرت فيها اكتر منتجات تقنية رخيصة بس وظيفتها عالية جدا وهو عدفد ناقوي في حياتنا لو انت مش مقتنع او مش مصدق خلينا اديك مثال بسيط هيقرب لك الفكرة لو انت عندك فيشها واحدة بس في الحيطة وقتها هتبقى ازمة لان فيشها واحدة لازم تحط فيها شاحن تليفونك فيشة الراوتر التلاجة التلفزيون الغسالة كل حاجة عندك في الشقة بتتحط فيشها واحدة وقتها انت شوف حياتك هتبقى متعقدة ازاي اللي هو انا عايز اشغل الراوتر يبقى عشيل فيشة الشاحن بتاع التليفون يا فرحيتي استفدت ايه انا كده ما انا مشغل الراوتر عشان اشحن تليفوني هقولك يا بو الصحاب ما انت عندك فيشها واحدة بس هتعمل ايه هتقول لي يا يوسف عنزل الكهربائي اروح اشتري عدد مشتركات على قد ما انا عايز والله عندي اربع اجهزة باربع فيشات هروح اشتري مشترك باربع عيون نفس القصة في منافذ اليو اس بي دلوقتي انا الكوميتر بتاعي والله فيه اربع منافذ يو اس بي اول واحد بيكون للموس تاني واحد للكيبورد تالت واحد للسماعة رابع واحد للارجي بيبتاع السماعة تب انا دلوقتي عايز اشحن تليفوني عايز اركب فلاشة عايز انقل دات عايز اعمل اي حاجة اعمل ايه خد عندك مسلا يا سيدي انت دلوقتي عندك مسلا بيزنس معين لازم تحط فيك خمس فلاشات في نفس الوقت هتعمل ايه وقتها هتقول لي عم يوسف انت الكمبيوتر بتاعك فقير مفوش غراء اربع منافذ يو اس بي انا واحد عندي ستة هقول لك ربنا يخلي لك الستة الستة دول هتلاقي برضو نفس القصة طاير منهم اربعة للموس والكيبورد والحوارات دي ومتبقي لك منهم اتنين هتعمل ايه بالاتنين دول شايف اليو اس بي ده وصله في الفيشة او في القرس بتاع الشاحن بتاعك وكده انت بقى عندك سبع منافذ يو اس بي تقدر انك تشحن بيهم سبع تليفونات لان ما عنديش غير منفذ واحد بس يو اس بي فاضي في الجهاز والمفروض اني المنفذ اليو اس بي ده اركب فيه التليفون اللي بيصور اركب عليه فلاشة اللي هحط عليها التصوير وايه اركب من عليه التليفون اللي بيسجل الصوت وايه اركب عليه كمان اي حاجة تانية مسلا سماعة او حاجة او كارت موموري كنت بخزن عليه عارف يعني ايه يبقى عندك منفذ يو اس بي واحد غصبا عنك لازم تركب عليه اربعة او خمس حاجات بتشتغل بيو اس بي هتسيب لك الرابط بتاعته في الديسكريبشن تحت لو انت عايز تشتريه مميز جدا ولطيف جدا جدا صدقني عيفيدك اوي فيه حاجات كتير جدا متوفر منه اللون الاسود والابيض وكمان لو انت شايف يا ياسف البعزقة دي هروح اشتري سبع منافس يو اس بي ليه فيه منه النص خب تبقى النص يعني بيبقى اربع متقوليش طبعا تلت منافس ونص اصحو 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 حرام عليك مش معنى ان انا بقولك النص يبقى نص السبع انا اقصد ان هو يعني نص كده وبيبقى في الحجم ده كده هو بيبقى اربع منافس بس ده انا في حين ان انت شايف نفسك مش عايز معزقة يا عم انا هعمل ايه بالسبع منافس دي بس بصراحة انصحك تشتري السبع لان الفرق ما بين السبع والاربع هنقول حوالي عشرة جنيه او خمستاشر جنيه فهيكسبوك تلت منافس جدال فريح دماغك وايه على فكرة سهل جدا في التركيب يعني بس يمكن ينقصك ان انت تدوس على الزرار اللي انت عايز تشغل المنفس بتاعه عشان ما يبقاش ساحب باور من الكيس عندك وخلاص كمان حكاية الزرار دي مميزة جدا انت ممكن تركب مسلا على سبيل المثال سبع فلاشات وبدل ما انت السبع فلاشات طالعين لك على الكمبيوتر لا انت تطفي كل المنافس كده هو وتسيب فلاشة واحدة بس اللي شغالة وفي حين ان انت عزت فلاشة تانية مش لسه هتقوم وتركبها وتعمل وتصوي لا 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 دوس على الزرار ده كده خلاص الفلاشة يعتبر اتركبت وتوصلت بالجهاز دهير طبعا نو بيجي باضاءة زرق جميلة جدا كده بتبقى عاطيالك تطش حلو قوي بالليل ولو انت طفي نور الاوضة بتاعتك وكده فبس كده دي كانت حلقتنا بتاعت النار ده كان معاكم يوسف ناصر من قناتك تشفي العالم استمتعت جدا بالحلقة دي متنسوش تعمل اللايك بقى وتنزل تشتريك في القناة من تحت فضل انا لايس امرا وفعل الجرس عشان تشوف حلقاتنا اللي جاية واكتب لنا في الكومنتات تحت اي استفسار ليك وقل لنا اي رأيك في سلس كان معاكم يوسف ناصر فامان الله